بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الحادي عشر المسار الأدبي أهلا ومرحبا بكم في دروس مادة الجغرافيا درسنا اليوم من الوحدة الثالثة التي تتحدث عن قارة استراليا وهو بعنوان الأنشطة الاقتصادية في قارة استراليا أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن أولا أن تحلل الرسم البياني لإنتاج مصادر الطاقة غير المتجددة في قارة استراليا ثانيا أن توضح مصادر الطاقة المتجددة في قارة استراليا والآن أبناء الطلاب هيا بنا نتذكر سويا ما درسناه في الحصة الماضية درسنا في الحصة الماضية المعادن في قارة استراليا حيث تعلمنا أن المعادن في قارة استراليا تنتشر في كل الولايات تقريبا كذلك فإن المعادن توجد في الصخور السطحية والصخور المكشوفة في قارة استراليا وبالنظر إلى خريطة إنتاج المعادن في قارة استراليا نجد أن أهم المعادن في قارة استراليا هي الحديد البوكسايت النحاس الذهب الفضة القصدير والنيكل الهدف الأول أن تحلل عزيز الطالب الرسم البياني لإنتاج مصادر الطاقة غير المتجددة في قارة استراليا أولا مصادر الطاقة غير المتجددة في قارة استراليا عزيز الطالب افتح معي الكتاب صفحة 189 ولاحظ الرسم البياني لإنتاج الطاقة غير المتجددة في قارة استراليا من خلال الرسم الموجود أمامك نستطيع استنتاج مصادر الطاقة غير المتجددة في قارة استراليا وهي أحسنت أولا الفحم ثانيا البترول ثالثا وأخيرا الغاز الطبيعي أحسنت عزيزي الطالب والآن أبناء الطلاب سوف نقوم بدراسة مصادر الطاقة غير المتجددة في قارة استراليا بشيء من التفصيل أولا الفحم يعتبر الفحم هو أكثر مصادر الطاقة غير المتجددة انتشارا في قارة استراليا حيث تنتج استراليا حوالي 7.7% من الانتاج العالمي كذلك فإن استراليا تصدر حوالي ثلث صادرات العالم من الفحم وبالحديث عن مناطق تركز حقول الفحم في قارة استراليا فهي كالآتي المناطق الجبلية بشرق ولاية نيو ساوذ ويلز وكوينزلاند وولاية فيكتوريا كذلك توجد كميات قليلة جدا من الفحم في جزيرة نيوزيلندا ثانيا البترول وبالنظر إلى الرسم البياني لإنتاج مصادر الطاقة غير المتجددة في قارة استراليا يلاحظ أن إنتاج البترول في قارة استراليا إنتاج ضئيل جدا حيث تفتقر استراليا إلى البترول حيث تنتج 34% من الانتاج العالمي للبترول وبالتالي فيتضطر إلى استيراد حاجتها من البترول من الدول الخارجية ثالثا الغاز الطبيعي وتنتج قارة استراليا حوالي 3.4% من الانتاج العالمي للغاز الطبيعي والآن عزيز الطالب أجب عن الأسئلة التالية أولا اختر الإجابة الصحيحة مما يلي اختر مما يلي نسبة إنتاج قارة استراليا من الغاز الطبيعي بالنسبة للعالم ألف 4.3% من عشر بالمئة باء 3.4% من عشر بالمئة جيم 2.3% من عشر بالمئة دال 3.2% من عشر بالمئة هل تعرفونها؟ نعم أحسنت عزيز الطالب تبلغ نسبة إنتاج قارة استراليا من الغاز الطبيعي بالنسبة للعالم 3.4% من عشر بالمئة أحسنت عزيز الطالب اختر مما يلي نسبة إنتاج قارة استراليا من الفحم بالنسبة للعالم ألف 4.7% من عشر بالمئة باء 5.7% من عشر بالمئة جيم 6.7% من عشر بالمئة دال 7.7% من عشر بالمئة نعم أحسنت عزيز الطالب تبلغ نسبة إنتاج قارة استراليا من الفحم بالنسبة للعالم 7.7% من عشر بالمئة أحسنت عزيز الطالب 8.7% من عشر بالمئة أذكر مصادر الطاقة غير المتجددة في قارة استراليا هل تتذكرونها؟ 9.7% من عشر بالمئة في قارة استراليا ثانياً مصادر الطاقة المتجددة في قارة استراليا نجحت قارة استراليا في الاستفادة من قوى الطبيعة لتوليد الكهرباء حيث تنتج استراليا 31.9% من عشر تيروات في الساعة من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة صديقة البيئة سواء من الرياح أو من الشمس أو من السدود ممثلة في الطاقة الكهرمائية وبالحديث عن مصادر الطاقة المتجددة في قارة استراليا فسوف نقوم بدراسة طاقة الكهرباء والطاقة الشمسية أولاً طاقة الكهرباء تفتقر استراليا لوجود المصاقة المائية الطبيعية ولذلك فقد قامت استراليا بإنشاء عدد من السدود هل تعرف لماذا؟ نعم أحسنت عز الطالب قامت استراليا بإنشاء عدد من السدود وذلك لتخزين المياه وري الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة الكهرمائية أحسنت عز الطالب كذلك يعتبر سد دارتموث على نهر ميري من أكبر السدود في استراليا حيث أقيمت عند قاعدة جدار السد محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية من مولد هيدروليكي واحد بقوة 180 ميجاوات ثانيا الطاقة الشمسية وتنتج استراليا كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية حيث وصل إنتاج استراليا من الطاقة الشمسية حوالي 12.1 من 10 تيروات في الساعة والآن عزيز الطالب شاهد الفيديو التالي ثم استعد للإجابة على نشاط شاهد ولخص بالكتاب المدرسي صفحة 191 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 نسبة للعالم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة